نعم صحيح قبل حوالي نصف ساعة من الآن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة كفرشوبة سمعنا هذه الغارة بشكل قوي جدا في القطاع الشرقي حيث نتواجد هذه الغارة ليست الأولى التي نفدها اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي الذي غارة بواسطة مسيرة على أحد المنازل في بلدة ميس الجبل وأيضا كان هناك استهدافات لعدد واسع وكبير من القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي والأوسط وأيضا في القطاع الشرقي هنا في القطاع الشرقي المدفعية الإسرائيلية اليوم قصفت سهل الخيام وأطراف بلدة الخيام أيضا بلدات حدودية أخرى مثل بلدة حولة وأيضا في القطاع الأوسط كان هناك قصفا مدفعيا مكثفا على بلدة رأس مارون وأيضا عيتا رون وبلدة عيتا الشعب والضهيرة في القطاع الغربي هذا اليوم كان يوما تصاعدت فيه حدة العمليات من جهة حزب الله الذي قام بحوالي سبع عمليات على مواقع إسرائيلية استهدف خلالها تجمعات لجنود الاحتلال المتواجدين قرب الثكنات العسكرية وأيضا مواقع إسرائيلية أخرى استخدم فيها في بعض العمليات التي نفذها صواريخ بركان وأيضا المدفعية الإسرائيلية بدورها ردت على أطراف البلدات الحدودية المتواجدة على طول الخط الجنوبي هذا اليوم كان يوما شهد قصفا عنيفا من قبل المدفعية الإسرائيلية حزب الله نعى أحد مقاتليه اليوم وأيضا الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو ربما المرة الأولى التي ينعى فيها أيضا أحد عناصره خلال ساعات ما بعد الظهر أيضا أطلقت عدة صواريخ رشقات صاروخية من لبنان باتجاه كريات شموني القبل الحديدية اعترضت عددا منها هذه الصواريخ بعض المعلومات ليست أكيدة حتى هذه الساعة تفيد بأن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية هي من أطلقها لكن لم يصدر أي بيان حتى هذه الساعة يؤكد أو ينفي هذا الخبر لكن الصواريخ أطلقت من حدود لبنان باتجاه فلسطين المحتلة في هذه الأثناء نسمع أصوات المسيرات أو طائرة مسيرة في سماء القطاع الشرقي هذه الطائرات لا تفارق سماء جنوب لبنان على طول الحدود إن كان هنا في القطاع الشرقي أو القطاعين الأوسط والغربي وهي تستخدم في هذه الأيام لقصف منازل في البلدات الجنوبية وأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي بات يستهدف المنازل من خلال غارات حربية إسرائيلية اليوم أيضا كان هناك استهداف من قبل الطيران الحربي أيضا لمنزل في القطاع الأوسط إذن هذا اليوم ما زالت وطيرة العمليات والقصف الإسرائيلي وإن كان في هذه الساعة هادئ نسبيا لكنه لم يتوقف منذ ساعات الصباح حيث بدأ القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية وتحديدا هنا في القطاع الشرقي عند الساعة السابعة صباحا واستمر طيلة هذا النهار هل ممكن حنان أنت تقوم لنا ولمن يتابعنا بتقريب المشهد بعد الشيء ما هي طبيعة هذه المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل ما هي طبيعة هذا الشريط الحدودي الذي يشهد توترا منذ أكثر من ستين يوما متتاليا شريط الحدودي الفاصل ما بين الحدود الجنوبية للبنان وفلسطين المحتلة طوله 120 ماتر هذا الشريط الممتد من النقورة إلى الأوسط طوله كم حنان؟ تقريبا يعني 120 كم نعم نعم 120 كم طول الحدود الجنوبية هذه الحدود هي حدود يعني تقع في محادات للحدود مع فلسطين المحتلة هذه الحدود والتي تنقسم بحسب الطبيعة وبحسب ما هي معروفة إلى ثلاث قطاعات القطاع الغربي حيث هناك بلدة هناك النقورة والقرى المحيطة بها نسمع مثلا من خلال القصف الإسرائيلي الذي يطال بلدة النقورة والذي يتكثف على عدد من البلدات هناك وهي البلدات المحادية لهذا الشريط بلدة الضهيرة على سبيل المثال علم الشعب على سبيل المثال إلى جانب القطاع الغربي هناك القطاع الأوسط القطاع الأوسط أيضا يشهد عمليات مكثفة يوميا القطاع الأوسط أيضا هناك عدد كبير وواسع من المواقع الإسرائيلية المتواجدة هناك نذكر منها موقع الراهب موقع برانيت جبل هرامون أيضا هذه المواقع تتعرض لعمليات من قبل حزب الله وأيضا من هناك تقوم المدفعية الإسرائيلية بقصف عدد كبير من البلدات الواقعة عند هذه الحدود منها بلدة عيت الشعب منها بلدة عيترون رأس مارون بليدة هذه القرى هي محاذية تماما للشريط وهي تتعرض بشكل يومي تقريبا لقصف إسرائيلي مكثف أيضا بلدة ميس الجبل التي استهدف فيها منزلا أمس واليوم أيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت منزل في هذه البلدة نأتي إلى القطاع الشرقي حيث نحن نتواجد الآن في القطاع الشرقي نحن يواجه لنا تلال كفرشوبة هي مقابلة لنا تماما أيضا مزارع شبعة هناك أيضا عدد كبير من المواقع الإسرائيلية كان ذكرت زميلة كلودي في تقريرها عددا منها إلى جانبها هناك أيضا مواقع للجيش الإسرائيلي منها موقع العباد على سبيل المثال مستعمرة المطل أيضا نطل من هنا من القطاع الشرقي على مستعمرة المطل والتي شهدت أيضا عددا كبيرا من العمليات التي نفذها حزب الله على تلك المستعمرة وأيضا هناك عدد من المرابط المدفعية الإسرائيلية التي تقصف هذه البلدات المتواجدة على الحدود إذن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة طلوها 120 كم على هذه الحدود عدد كبير جدا من البلدات الجنوبية التي باتت اليوم شبه خالية من سكانها مع بدء هذه العمليات التي ينفذها حزب الله والقصف الإسرائيلي الذي يطال هذه البلدات عدد كبير من المنازل المدنيين تعرضت لقصف إسرائيليين وعدد كبير منها أيضا صوية بالأرض بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بشكل مباشر عددا كبيرا منها إذن هذه هي طبيعة الحدود الجنوبية اللبنانية وهي محادية تماما الخط الأول إذا ما أردنا أن نصفه هو الخط الأول المواجه للحدود مع فلسطين المحتلة